إلى العراق الآن فبعد طول نقاش ظهرت تسريبات مسودة مشروع قانون الموازنة الجديد في العراق وهو الأمر الذي أثار حالة من القلق في الأوساط الشعبية والسياسية في هذه الفترة الفقرة من غرفة الأخبار ينضم إلينا مجددا سامي الذي يطلعنا على تفاصيل هذه الموازنة التي على ما يبدو أنها تقشفية إلى حد كبير سامي بالتأكيد مهند ما يثير القلق في هذه المسودة هو حجم التخفيض الكبير أو التقشف في بنود كثيرة في الموازنة مثل الرواتب والنفقات إذن قضية جديدة تشغل الشرع العراقي وتثير حالة من الغضب بعد تسريب مشروع موازنة الدولة العراقية ما جرى تسريبه أكد نوايا الحكومة حول عدة قضايا بشان القانون المزمع وعلى رأسها خفض قيمة العملة الوطنية لخفض العجز المالي مما أثار حالة من الذعر لدى العراقيين بحسب التسريبات فإن سعر الصرف المشار إليه قدره 1450 دينارا عراقيا مقابل الدولار الأمريكي هذا السعر الجديد وفي حال اعتماده يمثل انخفاضا كبيرا عن السعر الرسمي الحالي للبنك المركزي والبالغ 1182 دولارا من بين ما سرب عن مشروع الموازنة ما يتعلق بطرق لخفض فطورة الأجور العامة من 25% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 12% إذ سينظر في خفض مزايا الرواتب التي تتجاوز الرواتب الأساسية في كثير من الأحيان بالنسبة لشريحة واسعة من العاملين في القطاع العام وقد تشمل تلك المزايا نفقات غير الأساسية مثل بدل شهادات التعليم العالي ونفقات الضيافة للمسؤولين رفعي المستوى رغم الاستياء الشعبي الواسع سيخضع قانون الموازنة للنقش في البرلمان وربما سيقدم النواب تعديلات محتملة قبل التصويت عليه للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بغداد الخبير القانوني علي تميمي أستاذ علي أهلا وسهلا بك على سكاي نيوز عربية في غرفة الأخبار مشروع الموازنة لعام 2021 يثير جدلا في الشارع العراقي ما وجاهت هذا الخوف والقلق برأيك؟ نعم بسم الله الرحمن الرحيم أحييك أستاذ مهند وأستاذ المشاهدين وشكرا على الاستضافة طبعا بالتأكيد مشروع القانون هو لا زال مشروع قانون لم يتم تشريعه يحتوي على جوانب اقتصادية مخلة بتشريع قوانين الموازنة وأيضا يحتوي على مخالفات للدستور العراقي وربما حتى يخالف اتفاقيات دولية كاتفاقية ميثاق العهد الدولي الحقوق السياسية والمدنية بتخفيض رواتب الموظفين فأخذ مثلا أستاذ مهند قدر حجم الموازنة بـ 150 تريليون دينار والعجز 58 تريليون دينار وطبعا كان المفروض أن لا يكون بهذا الحجم الكبير برأيه جراء الظرف الاقتصادي المتدهور في البلد هذا أولا ثانيا كما ذكر الأستاذ في تقريره احتمد سعر الصرف الدينار 1450 وهذا بالتأكيد هو لن يكون السعر الذي سيعتمد في السوق وهذا سينعكس سلبا بالتأكيد على الناس على المواطنين على السلع لأن تعرف يعني العراق 90% هي تستورد من الخارج بالدولار إضافة إلى نقاط أخرى أستاذ العفو هل كان لدى الحكومة العراقية خيارات أخرى؟ هل كان لدى المشرعين الذين أعدوا قانون الموازنة خيارات أخرى غير التي تم اتخاذها برؤيك؟ نعم أستاذ يعني كان هناك خيارات برأيه مثلا النقطة خطرة جدا احتمدها مشروع القانون هو خفض الرواتب رواتب الموظفين بنسبة 50% المخصصات الزوجية الشهادة وبنفس الوقت فرض ضرائب على الموظفين وبنفس الوقت يعني خفض قيمة الدينار العراقي هذا يعني الإزدواج الثلاثي طبعا هذا غير ممكن في علم الاقتصاد والسياسة المالية لأنه لابد أنه توازن يعني عندما تخفض الرواتب يجب أن تقلل الضريبية يعني الفريضة الضريبية التي تفرضها على الناس وعندما تخفض سعر الدينار لابد أن يكون سيطر على السوق حتى تمنع التضخم لهذا السبب أنا أرى أن المشكلة الكبيرة في هذه الموازنة هي ما مسته بالنسبة للموظفين ضربت الموظفين في الصميم لأنه يعني هذه الرواتب بتقليص الدينار بهذا الشكل ستكون قيمته الشرائية في الأسواق قليلة جدا يعني من حيث الإيجارات من حيث الشراء النفقات السلف غيرها وبالنتيجة أنا أعتبر هذه الموازنة هي موازنة سلبية جدا ماذا يستطيع أستاذ سامي أن يفعل البرلمان ماذا يستطيع أن يفعل البرلمان ماذا يستطيع البرلمان ولذلك هذه ما زالت مجرد تسريبات أستاذ تميمي ما زالت مجرد تسريبات وسيتم إقرارها واعتمادها ومناقشتها داخل البرلمان برأيك ما هي الأمور التي يمكن أن يصححها البرلمان والحكومة برأيك البرلمان أستاذنا لا يستطيع أن يخفض هذه المبالغ لا يستطيع دستوريا وقانونيا أن يخفض لأنه التخفيض هو من صلاحية الحكومة كل شيء به جنبة مالية يأتي من الحكومة من مجلس الوزراء إلى البرلمان البرلمان لا يستطيع التلعب لكن يستطيع أن يعترض يرجعه حتى تقوم الحكومة بالتعديل لأنه البرلمان سيقرأ قراءة أولى وقراءة ثانية ثم سيصوت عليه يستطيع أن يناقل مناقلة يعني أشار التقرير إلى نقطة مهمة هي نفقات المسؤولين الكبارة هذه لم تمسها لم أشاهد تخفيض فيها إضافة إلى سعر الصرف استاذنا يعني أنا شخصية كنت أتمنى أن سعر الصرف يحتمد مثلا 125 ألف ويعطي لوزير المالية الحق في التعديل حسب التغيرات الاقتصادية يعني يحتمد هذا الناس في مشروع الموازنة ويعطي لوزير المالية حرية التصرف صعودا نزولا أضف إلى ذلك استاذ سامي نقطة مهمة هي مسألة برميل النفط احتمد هو 42 سعر برميل النفط اليوم 52 سعر علي نعم برميل النفط إلى 51 يعني كنت أتمنى أن يحتمد نسبة 46 أو 45 في سبيل واجه هذه التقلبات إضافة إلى أنه كما ذكرت لك هذه الموازنة هي مست الشعب مست قوت الناس فبالنتيجة هي قابلة للطعام إذا تم تشريحها بهذه الطريقة مست قوس قوت الناس والشعب الطبقات الفقيرة على وجه التحديد وبالتالي السؤال في ظل العجز عجز في ربما الموازن الذي ربما يبلغ ثمانية بالمئة إلى أي حد ستضطر الحكومة العراقية في ظوء ذلك إلى الاستدانة من الخارج؟ يبدو أننا فقدنا التواصل مع الأستاذ علي التميمي الخبير القانوني كان معنا من بغداد شكرا جزيلا له إذن مهند لا يعلم أحد حتى الآن ما هي تأثيرات هذه الموازنة وما ستكون عليه ردة فعل الشارع بعد إقرارها في البرلمان وهل سيتجدد الغضب مرة أخرى في الشارع العراقي بسبب الضغوط التي ستضح الموازنة المخفضة على كاهل المواطنين؟ من الصعب ربما حتى تمرير هذه الموازنة داخل البرلمان سامي لأنه كما قال الأستاذ علي هذه الموازنة هي وصفة متفجرة تحدث عن خفض الأجور والرواتب بنسبة 50% تقريبا رفع الضرائب على الناس خفض قيمة الدينار العراقي وصفة لحالة من الغضب لا شك سيشهدها الشارع العراقي في حال إقرار هذه الموازنة بشكلها الحالي شكرا جزيلا لك سامي